نحن نروح لفقراتنا الأولى الفقراء الطبية اللي نحكي فيها أكيد عن مرضى الألبية اللي يبعدوا أكيد من الحالات الطبية اللي يجب التنبه لها جيدا خلال شهر رمضان فقط يزداد الشعور بالإرهاق تسارع نبضات القلب وربما تورم الساقين الدوخة نتيجة الانقطاع عن الطعام والشراب للضرورة لصحة المريض فبعض الحالات يصبح السيام خطيرا على صحتهم متى يمنع مرضى القلب عن السيام ما هي النصائح التي يجب أن يتابعها مرضى القلب الصائم جواب أكيد مع الدكتور أحمد العايد استشاري بأمراض القلب والخسرة القلبية صباح الخير دكتور صباح النور رمضان كريم علينا وليكن شكرا لكم يسعد صباحك دكتور يسعد صباحكم رح نبدأ مع حضرتك من بداية كثير ناس بتسأل الصيام هل هو أمر صحي لمرضى القلب أم لا بالتأكيد هو صحي لمرضى القلب بس حسب الحالة حسب شدة الحالة فمرضى القلب المصابين بأمراض خفيفة الشدة خلينا نقول بينصحوا بالصيام وصيام ممكن يكون مفيد إلن لكن المرضى اللي عندهم حالات قلبية متقدمة حالات شديدة حالات حادة لا يفترض أنه ما يصوموا لأنه الصوم ممكن يأثر عليهم سلبا لكن بشكل عام لا ما في مشكلة من صيام مريض القلب بالحالات القلبية الخفيفة المستقرة نعم دكتور إذا بدأ نفصل أكثر المرضى يلي ممنوع عليهم الصيام يمكن يخضعوا لعملية قلب مفتوح أو حتى قسطرة أو حتى يلي بيطلب منهم أدوية باستمرار تناول أدوية باستمرار بالنسبة للأمراض الحقيقة خلينا نقول احتشاء العضلة القلبية الحاد بالفترة الأولى خلال أسابيع الأولى ممنوع صيامهم بالتأكيد مرضى قصور القلب المتقدم مرضى اضطرابات النظم غير مسيطرة عليها مرضى ارتفاع التوتر الشرياني ارتفاع الضغط الشديد أو اللي بتعالجوا بعدد كبير من الأدوية هون فيه إشكالية الحية لأن بعض الناس بيعتقد أن الصوم رح ينزل الضغط هو ينزل الضغط عند الناس الأصحاء السليمين أو اللي عندهم ارتفاع ضغط خفيف أما مرضى ارتفاع الضغط الشديد ممكن الصوم يزيد ارتفاع الضغط عندهم فهدول طبعا ممنوعين هلأ بالنسبة للمرضى اللي عاملين عمليات أكيد إذا عمليات قلب مفتوح خلال الفترة الأولى كمان ممنوع الصيام أكيد خلال الشهر الأول على الأقل خلينا نقول ممنوع الصيام حتى ثلاثة شهر بناء على رأي الطبيب اللي أجرى العملية والطبيب المعالج القسطرة القلبية الحقيقة قسطرة القلبية هي إجراء بسيط بتم تحت التخدير الموضعي هو بيتطلب أن المريض يأخذ سوائل هو طالما بالمشفى ممكن نعطيه السوائل عن طريق السيروم عن طريق الوريد فهو ممكن يظل صايف وإن كان بالنهاية هو اسمه مريض وبيجوز له الأفطار يعني على كل الأحوال نعم دكتور طيب خلينا نحكي عن المرضى اللي حالتهم مضبوطة بشكل دوائي يعني اللي بيأخذوا أدوية معينة ممكن يكون معهم خلينا نقول شوية مشكلة بالشريين ممكن مشاكل مضبوطة هنا ما خضعوا العمليات جراحية ولكن هاي المشاكل مضبوطة بالدواء كيف بيأثر الصيام على صحتهم؟ الناس اللي عندهم حالات بسيطة مثلا ارتفاع ضغط خفيف أو خلناق صدر نقص تروية بسيط خفيف ممكن يصوموا مع الانتباه لبعض الأشياء الأساسية موضوع توازن الطعام سواء على صحور أو على الفطور وجبة الصحور ضرورية جدا ما بصير بلاها بهيك حالات تكون الوجبات خفيفة ما تكون تقيلة ومفاجئة خاصة عند الأفطار عند الأفطار المشكلة من يجي للأفطار صلنا 15 إلى 16 ساعة منقطعين عن طعام والشراب المشكلة الأساسية هي الحقيقة التجفاف أكثر من نقص الوارد من الطعام نقص السوائل هو الأهم هو المؤثر الأكبر فبدو طبعا يبدأ المريض أو الإنسان الصائم بتناول السوائل بداية تناول السوائل بكميات كبيرة يتلوها أكل أو تناول الطعام رح يعمل عبق هضمي كتير كبير وقلبي وعائي كبير على الإنسان فمننصح أنه يقصت هالكميات هاي بالتدريج شوية شوية يبدأ طبعا بالسوائل بعدين كميات قليلة وبالتدريج شوية شوية ما يتقل يتجنب الأطعمة الكسيفة الأطعمة الدسمة ذات السعرات الحرارية العالية يعني مثلا وجبة مقالي أو الحلويات التقيلة يفضل أنه ينمنع عنا المريض خلال شهر رمضان الكمية بدأتكون قليلة مثل ما قلناها ومقصطة على أكثر من وقت أكثر من وجبة يعني دكتور حكيت مثل ما بيقوله حطت إيدك على الجرح اليوم مو بس مرضى القلبة كثير من الأشخاص يمكن الصائمين بينتظروا وجبة الأفطار أصناف كثيرة بتكون من الطعام مننا تدسم كثير ومننا العادي المشروبات بيكون كذا نوع فبصير مثل نحن ما بنقول خلط بهذه الأنواع كلاياتها اللي ما معه مرض يمكن رح يمرض صحيح اليوم شبطا صح الغذاء المتوازن لكل الأشخاص لحتى يمضوا شهر رمضان الكريم بخير وصحة بدون تعرض يمكن لأي مشاكل سواء بالقلب أو حتى مشاكل تاني أولا موضوع الحمية اللي كان عليها المريض مرضان عادة بنحط على حمية معينة من قبل طبيبهم حسب كل مريض وحالته فبدوا يستمر فيها برمضان البعض يعتقد أنه بيأخذ إجازة من الحمية برمضان وهذا لا طبعا خطأ كتير كبير فمريض السكري مريض الضغط مريض القلب محطوطين على حمية بدوا نستمروا بها الحمية هاي خلال شهر رمضان هاي أولا ثانيا موضوع الاعتدال مثل ما ألنا بالاستهلاك موضوع الأدوية ياخدوها بانتظام حسب طبعا كل حالة وحسب توصيات الطبيب الحمد لله لا معظم الأدوية أدوية القلب أدوية الضغط حتى أدوية السكر تأخذ مرة واحدة أو مرتين أقصى شيء قليلة جدا نادرة هي الأدوية التي تأخذ ثلاث مرات فما فيه إشكالية من ناحية الأدوية بهذا الموضوع ممكن تتوزع على الصحور وعلى الفطور يعني موضوع الدواء محلول من هالناحية باعتبار الآن متوفر الأدوية المديدة يلي هي بتشتغل 24 ساعة بتغطي فترة 24 ساعة فلا داعي لتكرارة أكتر من مرة واحدة أو مرتين كأقصى حد طبعا موضوع مثل ما أنا الالتزام بالحمية نفسها موضوع المشروبات اللي اتفضلت فيها بالذات مشروب العرقسوس لمرضى الضغط مرضى قصور القلب ممنوع فيه مادة مشابهة للألدوستيرون هذا بيؤدي إلى حبس الأملاح والشوارد وزيادة الوزمات وتراكم سوائل بجسم المريض هنا حتى الناس العاديين بتعرضوا لهذا الشيء لكن الإنسان سليم بيقدر يتغلب على هذه الظاهرة ما بتشكل مرض عنده لكن مريض الضغط مريض القلب حتما رح يتأثر سلبا صحيا من ناحية القلبية الوعائية بهذا الشيء ويتشكل عنده وزمات ويعلى الضغط أكتر وأكتر ويصير معند مشروبات الرمضانية المعتادين عليها التمر هندي مثلا هو مشروب صحي لا يوجد مشكلة لكن أحيانا يبالغوا فيه بالسكريات نضع له سكر كثير نحذر مرضى سكري من تناول كميات كبيرة من هذه المشروبات نظرا لإستعمال المحليات الصنعية فيها السكر المصنوع من أصد بهذهك مشروبات يكونوا حذرين وهم شيء ممكن دكتور واجبة للسحور يكون فيها اعتدال لأن الشخص سيكون فيها شوية اعتدال ما نلغيها نعتدل فيها سيأكل ويشرب وينام الحقيقة إضافة الشراب خلف الطعام مباشرة هون المشكلة هاي اللي بيعمل شيء اللي منسميه التخمة عصر الهضم التقل اللي بيصير بعد وجبة السحور بسبب هالشيء فطبعا بدأ أهم شيء الاعتدال هي وجبة لابد منها السحور طبعا بدأ ياخد سوائل الكافية لأنه رح نقطع 15 ساعة عن السوائل بالنهاية نحن دائما يعني منقول القرار للطبيب المعالج كل حالة بده يتفصل للشيء على حدة يعني ما في حالة مشابهة للحالة التانية كل حالة إلى أدويتها إلى اعتباراتها إلى حمية الخاصة فيها فهذا ضروري أنه المريض يلتزم فيه نعم دكتور يعني عادة بيكون بعض مرضى القلب مترافق معهم أمراض أخرى ممكن مثل السكري وغيرها من الأمراض وهم بيصير بداخل الأعراض وبتأثر حتى اللي عندهم كلية خصوصا هلأ بشهر رمضان إذا كان عندهم مشاكل قلبية غير مضبوطة رح يأثر هذا الشيء على عمل الكلة ونقص التروية خلينا نحكي عن أبرز النصائح بتوجهها للمرضى اللي عندهم أكتر من مرضى ويمكن القلب هو الأخطر صحيح هي فعلا أكتر من ثلاثين مرضى القلب عندهم أمراض أخرى مرافقة أكتر من ثلاثين يعني نادر ما تلاقي مريض قلب مثل ما بيقوله صافي بس مريض قلب أو مريض ضغط عادة هم بيجي مع مريض سكري أو مريض كلية مثلا أو مرض قلب أو مرض وعائي آخر بالشرايين السباتية مثلا شرايين الدماغية أو شرايين المحيطية هلأ بهيك حالة الحقيقة بدنا نكون حذرين جدا لما نقول للمريض أنه مسمح له الصيام بالذات لما يترافق مريض القلب مرض القلب مع مرض السكري مرض السكر الحقيقة مشكلتنا فيه هو التجفاف اللي ممكن يصير طبعا كذلك الكلية التجفاف اللي بيصير بيأزي كتير الكلية فبحالة ترافق مرض القلب مع سكري أو مع مرض كلية فينصح بعدم الصيام بالتأكيد المشكلة هون مرة تانية لنأكد مو هي الانقطاع عن الطعام هي الانقطاع عن السوائل لأنه مريض القلب وخاصة مريض القصور قصور القلب المتقدم هنم اعتمدين على توازن السوائل بجسمهم وحتى جزء كبير من أدويتنا فيها مدرات نحن بنعطي مريض ضغط دوال الضغط معه مدر أو مريض القلب قصور القلب كمان في مدرات بنستعملها فالحقيقة هي إشكالية إذا عطينا على السحور رح يصير تجفاف زيادة عنده بطبيعة الحال رح يصير عنده تجفاف وإذا عطينا عليه فطور هو متجفه في أساسها ففيه إشكالية طبعا هي ممكن تنحل طبيا بس نحن نقول أنه أغلب الحالات لا يجب عدم الصيام فيها إذا ترافق مرض القلب بأمراض أخرى خاصة السكري ومرض الكلية تمام يعني دكتور نقول لك شكرا على كل المعلومات القدمت لنا يتمنى يكون الصيام هو يصحي لكل الأشخاص نلتزم قدر الإمكان بتعليمات الطبيب وخاصة مرضى القلب مثل ما تفضلتوا حكيت دكتور شكرا لك شكرا لكم الله يعطيكم العافية شكرا لك دكتور الله يعطيكم لك